السلام عليكم ورحمة الله امريكان بلوبيري تشيز كيك الوريجنال او كيكة التشيز كيك الاصلية الريسبي الامريكي بالبلوبيري او بالتوت الازرق وطريقة الصوس الجميل ده هنعمله مع بعض في منتج جمال والدلال وزي ما انتو شايفين تحفة شكل وطعم بلوبيري امريكان تشيز كيك الاصلية من قلب نيويورك هنعملها مع بعض في منتج جمال والدلال شايفين التكتشر شايفين القماشة بتاعة الكيكة شايفين الشكل الجميل لو اول مرة تشاهدني اسمي احمد عبد السلام يونس اول بطل الكارت افريقيا في الحلواني على قناتي كل فن السكر الشوكولاتة حصريا 90 نوع خبز مش موجودين فيها انت كل اكل الكيتو كل حلو الكيك الديزاين ازاي تصنع شوكولاتة وبنبون حاجات كتيرة 900 فيديو مش هتلاقيهم في اي مكان نقول بسم الله زي ما انت شايفين 200 جرام دايجستف بسكت وهسيب لك الرابط اهو بتاعة دايجستف بسكت ازاي تعمله لو مش لقين في السوق او بسكوت ماري حسب ما انت موجود عنه 100 جرام زبدة اهم حاجة في الموضوع ايه ان فيه ناس بتطحن البسكوت تتخليه زي السكر بودرة فده طعمه مش بيبقى محبب فانما بخلطه زي ما انت شايفين بقلب شوية وعاوزوا يبقى محبب عشان خاطر يباني الطعم لان لو عملته زي البودرة سوري في الكلمة يا اسف قتلاقي زي الطراب في الفم بعد كده بحط 300 جرام دي فيه كيكة 20 سنتي القطر بتاع الكيكة دي 20 سنتي وبعد كده بضغط البسكوت بتاع عشان يتساوى يبقى كله زي بعضه مهم جدا جدا الافضل يبقى اقل من كده تخلي 250 300 جرام يعني المجموعة الكاملة 300 جرام دي المفروض لكيكة 24 بس انا عملته في 20 فدي مخليها عال شوية وده مش كويس انا عاوزها بالزبط اقل من سنتي بعد كده بجيب 700 جرام زبدة كريمة الفلاديلفة ولو مش لاقي في السوق فلاديلفيا كريمة عشان الناس بتسألني فلاديلفيا ده افضل نوع جبنة كريمة في العالم كله عاملينه على القناة واسيب لك هون رابط اهو فوق ده اللي بتعمل منه تشيز كيك في العالم كله طعم وهمي عملنا فيديو بيجيب لك 85% من طعم الوهمي يبقى 700 جرام فلاديلفيا بشر نص برتقانة عصير نص لمونة سوري عصير نص لمونة بشر نص لمونة عصير لمونة للحطتين النقطتين دولت هما اللي بيطلعوا طعم الجبنة في اللي تشيز كيك سواء بارد او سخت مهم جدا جدا تعصر اللمونة بتزهر طعم الجبنة مش هنشتغل في الناس اللي هي بتتفلحس هو ابيض بيض واصفر بيض هتشوف الطريقة دي في منتهى الجمال يبقى حطينا 700 جرام قدل فلاديلفيا زي من شايفين ده جت نوع العالمي وما فيش شركة في العالم بتقدر تطلع الطعم ده 700 جرام تشيز رشة ملح 350 جرام سكر بودرة سكر خشن اربع بيضات مفيش اسهل من كده 700 جرام جبنة كريمي اي نوع ممكن تحط نستو كيري او تعمل اللي انا عاملها في القناة دي تحفة بتديه 85% من الطعم العالمي وعملين برضو الماسكربوني بعد كده بحط 50 جرام نشا ممكن تحط دقيق والافضل من ده وده في حاجة اسمها كاستر بودر الكاستر بودر ده لو حطيت 50 جرام عشان فيه مواد متماسكة بيديلك طعم في منتهى الجمال لكن لو مش عندك يبقى الافضل 50 جرام نشا وكده يبقى تحفة ممكن تضيف دقيق لو ما عندكش النشا وبنضربه في الرحاية لما ينعم يبقى عامل زي 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 الكريمة مهم جدا جدا نسيبه في الرحاية من 4 ل 6 دقايق ووقف واجيب اللجناب بتاعتي عشان كله يبقى ناعم مهم جدا فيه ناس ممكن تحط فانيليا انا مش عاوز احط فانيليا انا عاوز تعز اول حاجة زرة الملح بتعمل تعيده اللي بتضيع زفارة البيض تاني حاجة عن عاصر لمونة وبشر لمونة هو ده اللي عاوز ازهره لكن تقدر تحط معلقة فانيليا اصانس او فانيليا بودرة او فانيليا بيس اللي متاحة عندك لكن انا لا افضلها بس زي ما نشافيه نزلت الخليط بتاعي في حدود 4.5 سنتي بهزها كويس وحطها في الفرن 150 درجة مقوية وهنشوف لكن تعال نعمل الجلي ده اجار اجار نص جرام اجار اجار 100 جرام سكر 50 جرام مية قادي الموضوع طبعا اللي ما عندوش واهم حاجة اللي بيطلع طعم البلو بيري يا جدعان البلو بيري مع اللمون بيدي نكهف ومنتاج جمل فببشر بشرة خفيفة كده وسن تعصير على البلو بيري البلو بيري ده فريش او فروزن انا بشتغل فروزن عشان مش متاح عندي دلوقتي 100 جرام سكر 50 جرام مية نص جرام اجار اجار او بيكتين المتاح عندك بعد كده بيغلي اسيب ويغلي كاني بعمل شربات تقيل واول ما يغلي زي ما نشايفين كده هو اسيبه 3 دقايق يتقل كده وبعدين هنزل بيه البلو بيري معا بشر اللمونة معا سنة العصير زي ما نشايفين على فكرة البلو بيري ده انا ما جمعه من الغابة ومنزل الفيديو انا بجمعه وبسيبه لان بيطلع عندنا هنا في الغابات كتير بس بسيبه يغلي دقيقتين بعد ما بنزل البلو بيري لان انا مش عاوز البلو بيري يتهري بس واصيبه في الوعاء ويبرد براحته حطينا 150 درجة مقاوية لمدة ساعة مهم جدا جدا لان كل اللي تشيز كيك بيبوز او مشكلة تشيز كيك في العالم كله ان الشفات الشفات مش بتسوي الدرجة كويسة بعد كده بعمل ايه الخلطة دي دي الامريكاني عاوز تطلعوا تشيز كيك على كده ماشي لكن الامريكان شيز كيك بيحطوا ساور كريم ساور كريم على الوش 100 جرام ساور كريم او الكريمة الحامضة معرفش بالعربي اسمها ايه وخمسين جرام سكر يبقى 100 جرام ساور كريم خمسين جرام سكر للحجم ده انت ممكن تعمل كمية كبيرة هي دي الامريكي الفرق بينها لكن انت مش عاوز تحطها هتطلع معاك زي ما انت شفت في منتهج الجمال والدلال يبقى الساور كريم ده تقدر تجيبه وهحاول لو كتبتلنا في التعليقات ازاي نعمله في البيت هحاول اعمله لكم في البيت وبدخلها تاني الفرن لمدة خمس دقايق بس يبقى الفرق بين التشيز كيك في العالم كله ونيويورك تشيز كيك ان انا بعد اما بيستوي بحط طبقة الساور كريم دي عليها ادعي لامي ابي بالرحمة من قلبك